بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة الأكارم ما من تعريف جامع مانع قاطع للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري قال الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه إذن هو زمن ما الزمن؟ قالوا هو البعد الرابع للأشياء هذه الطاولة لها طول ولها عرض ولها ارتفاع ولها وزن ولها حجم أبعات سلاسة طول عرض ارتفاع أما إذا تحركت في بعد رابع هو الزمن فالزمن هو البعد الرابع للأشياء والإنسان له وزن له حجم له طول له عرض إلى آخره لكن هذا الإنسان يتحرك مادام يتحرك صار في بعد رابع هو الزمن الله عز وجل لأن الإنسان بضعة أيام لأن الإنسان زمن لأن الإنسان أثمن شيء يملكه هو الزمن لأن رأس ماله هو الزمن أقسم الله له بمطلق الزمن فقال تعالى والعصر وهو القسم جواب القسم مخيف والعصر إن الإنسان لفي خسر خالق السماوات والأرض بارئ الخلق يخبرك ومن أصدق من الله حديثا أنك خاسر لما الخسار يا رب ورد أن مضي الزمن وحده يستهلكك فقط قبل أن نقول مؤمن غير مؤمن قبل قبل أي تقييم مضي الزمن وحده يستهلكك الإنسان بيولد بيفرحه فيه بيتكلم بيفرحه أكثر بيمشي بيفرحه أكثر بكبر دخل مدرسة ابتدائي متوسط توجيهي دخل جامعة أخذ لصنص خطب وحده وتزوج واشترى بيت خطه صاعد يأتي ملك الموت يقبض روحه كان واصل إلى هنا إلى الصفر أي شيء حصلته في حياتك تخسره في ثانية واحدة عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت إذن أنت زمن أو رأس مالك هو الزمن أو أسمن شيء تملكه هو الزمن لأنك بضعة أيام أقسم الله لك بمطلق الزمن الجواب إن الإنسان لفي خسر طبعا الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير وذكاء الذكي وغباء الغبي ووسامة الوسيم ودمامة الدمين ينهي كل شيء أو بتعبير آخر نحن حنسمي الوسامة حظ والغنى حظ والعلم حظ والذكاء حظ هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء فالغني مبتلى بالمال والفقير مبتلى بالفقر والوسيم مبتلى بالوسامة وغير الوسيم ممتلى بالدبامة والذكي والغبي هذه حظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء ودنيا موقتة وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء أبدي للتقريب إنسان فقير جدا دخله محدود لكن مستقيم دبر أمره بدخل محدود ورضي عن الله عز وجل حاول يرفع الدخل ما قدر عاش بدخل محدود مع زوجته وأولاده نجح بابتلاء الفقر في واحد غني أعطي مال وفير ما شكر ولا أنفق الزكاة ولا أعنى الضعاف رسب الغني بامتحان الغنى الاثنين ماتوا بالآخرة الفقير يلي نجح بامتحان الفقر حيتمتع بالجنة إلى أبد الآبدي والغني يلي رسب بامتحان الغنى سيعاني ما يعاني فالبطولة في الآخر البطولة وضعك بعد العرض على الله حتى واحد قال الغنى والفقر بعد العرض على الله ما سيدنا سقى للمرأتين ماذا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير معنى ذلك الغنى غنى العمل الصالح والفقر فقر العمل الصالح بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح والدليل ولكل درجات مما عملوا بل الأبلغ من ذلك إن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح الدليل ربي ارجعوني لعلي أعملوا صالحا كله قرآن ربي ارجعوني علة وجودك الوحيدة يعني طالب بالجامعة في حديقة ماشي الحال في مطعم في مكتبة في منتزة في ملعب كوريسلة نشاطات فرعية بس علة وجود هذا الإنسان في الجامعة الدراسة فقط همشي تعرف علة وجودك ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا طيب العمل الصالح ما معنى صالح؟ قال يصلح للعرض على الله ومتى يصلح العمل الصالح للعرض على الله إذا كان خالصا وصوابا خالصا مبتغي به وجه الله وصوابا موافقة سنة أخواننا الكرام إذن الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه الشيء الدقيق علة وجوده العمل الصالح تعريفه يصلح للعرض على الله شروطه أن يكون خالصا وصوابا خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا موافقة سنة الآن انصح التعبير كليات الدين مرة زرت معمل سيارات بأمريكا قال لي فيه 300 ألف قطعة سيارة 300 ألف أما أنا كراكب سيارة فيه إلى غلاف معدني مقاعد عجلات محرك بنزين سائق ستة طلعوح من 300 ألف لستة طيب هذا الدين ممكن يتقل فيه مليون موضوع يتعالج فيه مليون موضوع ديني ومليون مؤلف ممكن اضغطوا الدين بكليات الكليات كما هي أولا العقيدة الإديولوجيا تعبير آخر الجانب العقدي الفلسفة كلهم مثل بعضها جانب فكري منطلقات نظرية جانب عقدي طيب هذا جانب ما لم تصح العقيدة لا يصحه العمل من أجل دال جنب اسمك ابتدائي ومتوسط وسانوي ونلصاص بالآداب بكالوريوس بالعلوم دبلوم عامة دبلوم خاصة ماجستير دكتورة كم شهادة لكي كلمة دال ومن أجل كلمة مؤمن يستحق جنة الله إلى أبد الآبدين ما عندك وقت تحضر درس على العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني لا بد من أن تقططع من وقتك وقتا لمعرفة الله لا بد من أن تقططع وقتا من زبدة وقتك لمعرفة الله أباد شو الأباد ما بعرف حاول بس الواحد هنا ثلاثة صفار ألف ثلاثة أخر مليون ثلاثة الثالثة ألف مليون الثالثة الرابعة مليون مليون الخامسة ألف مليون مليون الواحد هنا والأصفار للحائط كم هذا الرقم لا الواحد بالأرض والأصفار للشمس مية وستة وخمسين مليون كيلومتر وكل ميل يصفر ما هذا الرقم سألوا أخواننا الرياضيين بالرياضيات أي رقم إذا نسب للنهاية قيمته صفر الدنيا كلها أصفار ببيوتها وقصورها ونسائها وأماكنها الجميلة أصفار كلها أي غباء هذا الذي ضحى بالأبد من أجل سنوات معدودة عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت إن صح أن هذه الكلمة المتواضعة في كليات الدين العقيدة أكبر كلية إن صحت العقيدة صح العمل الآن البند الثاني في الكلية الاستقامة أخواننا الكرام الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا صور الدين ما في استقامة سمي بفرنسا القرآن قرأ بباريس على أنه فولوكلور شرقي من دون استقامة فولوكلور أو له خلفية إسلامية مصطلح جديد هذا أو أرضية إسلامية أو توجهات إسلامية أو عاطفة إسلامية أو قوس إسلامي أو بطاقة معايدة إسلامية الإسلام شيء آخر إسلام منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من علاقته الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية إذا كان في عنا خمس أركان صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة هاي العبادة الشعائرية العبادة الشعائرية وهذا كلام خطير جدا بأكملها لا وزن لها إلا بالعبادة التعامل والدليل يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورة هباء منسورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله تهكوها هي الصلاة الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أي دع طعامه وشرابه الحج من حج بمال حرام قال لا حديث صحيحة ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ونادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك هي الصلاة والصوم الحج والزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاثقين صفي الشهادة من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله يا أخواننا الكرام من أعماق المحبة والله حتى ما نضيع عمرنا سدى حتى ما نعمل أعمال نتهم حلنا مؤمنين صادقين وفي عنا أعمال دون ذلك تفسدوا هذا الإيمان لابد يعني عفوا هالبناء في كهرباء في إضاءة في تكهيف في مراوح فيه ثلاجة قد يكون كل شي فيه إذا التيار الأساسي قطع ميلي واحد أو متر مثل بعضه الكهرباء وقفت الأجهزة كلها تعطلت مثل آخر طريق عرضه 60 متر تماشي بالنص بدي أقل لكم الكبيرة والصغيرة هون في وادي سحيق هون في وادي سحيق ماشي بالنص الصغيرة حرفت المحرك المقواد حرفته سانتي متر واحد هيك لو سبتها الصانتي بعدين وين بالوادي تمام لو حرفته 90 درجة بتلحق ترجعه بس فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار الكبيرة تبت منها انتهت أما الصغيرة مستمرة إذا فيه اختلاط فيه سهرات على أفلام ما بترضي الله ما ارتكب الجريمة انتهت صح بس هلها الصغائر تتراكم تحجب عن الله عز وجل فإذا بدك إيمان قوي بدك تألق مع الله بدك إشراق كلك رسالة بالحياة يا أخوان الحياة من دون رسالة والله ما لا معنى والله شيء ممل يعني سبحانك يا رب حكمتك بالغة ما سمحت للدنيا أن تمدك بسعادة متنامية مستحيل مستمرة مستحيل بل متناقصة الدليل قبل ما تاخذ شهادة عليا تقول لسانس دكتوراه بعد ما ابتاخدها بيومين ثلاثة عادية جدا قبل شراء سيارة بعد ما بتشريها هيك الله سمح للدنيا بتتألق قبل بلوغها فإذا بلغتها انتهى تألقها تألقها هاي الحياة هكذا فالبطولة إنه الشيء اللي أنا بدي أقلفه ومل منه أعرف أعرف مكانته من أول حياتي حتى ما انشغل فيه ثم أفاجأ يعني الحقيقة أنه قضية الموت شيء مخيف أنا ما بعتقد فيه شيء يعطي أثر عميق كالموت من كل شيء إلى لا شيء فكيف تد كان فيه عذاب أليم يتنامى وإلى أبد الآبدين فلذلك يا أخوان القضية خطيرة مو يعني قبلة لا لا بس الموضوع خطير سعادة للأبد أو شقاء للأبد توفيق أو تعسير انضباط أو تفلط أسرة ناجحة جنة فيه بيت جنة أو أصح من ذلك فيه بيت إذا كان دخل الأب صار فيه عيد بالبيت هذا الأب الناجح الأب المؤمن الأب الصادق الأب الرحيم وفيه بيت إذا الأب طلع من البيت صار فيه عيد فأنت وين بطولتك العيد بالدخول أم بالخروج أخواننا الكرام موضوعات كثيرة جدا وطويلة جدا لكن يعني إعطاء القليل خير من ترك الكثير أخواننا الكرام الدين شيء مصيري بترتب عليه سعادة للأبد أو شقاء للأبد يعني فيه آية بتحير والله وإن منكم إلا واردوها عن نار إن حرفنا في هنا يعني ما منكم واحد إلا وسيردوا النار يا رب تب والمسلم والمؤمن ما في استثناء العلماء قالوا دخول النار غير ورودا دخولا استحقاقا وعقاقا أما ورودا موعظة وارتقاءا يعني لو فرضنا دولة نامية أنشأت سجن حضاري مثلا يعني غرفة ونظيفة في طعام معقول في بعض المجلات للسجين وإجانا ضيف من دولة عظمة وزير داخلية بدنا نفرجي السجن الحضاري تبعنا أخذناه على السجن هذا الوزير يعده سجينا الضيف هذا الورود الدخول استحقاقا أما الورود فأسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة الرحيم اللطيف إلا اسم العدل محقق جزئيا فالإنسان يلد الدار ليرى مصير الطغاة فيها حتى يتأكد من عد الله المطلق أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخط غيرنا إلينا فلنتقى تحذرنا أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهننا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا الله محفظ إيمانكم جميعا وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم وآخر وحده واستقرار بلادكم شكرا شكرا الله و السلام وعليكم شكرا 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 شكرا